أهلاً فيديو اليوم رح شارككم هالوصفة اللذيذة تشيز كاك التمر بطريقة جداً سهلة وسريعة وبمقادير جداً بسيطة ضروري جربونا للطبقة الأولى رح نحتاج بسكوت دايجستف بسكوت شاي وزبدة رح نخطى المقادر زين ونحطها بصنية تشيز كاك تكون قاعدتها متحركة عشان تسهل علينا ونبدأ نجهز مقادر الطبقة الثانية عبارة عن قشطة حليم وكثف محلة تمر وجبه مكعبات نخطى المقادر زين ورح نضيفها على البسكوت وعلى الفرن تقريباً من 20 إلى 25 دقيقة لما تتماسك معنا الطبقة الثاثة اختيارية الكنافة أضفت عليها زبدة وعلى الفرن لما تطلع معنا بهذا اللون الحلو وبعدها رح نوزه على تشيز كاك بعد ما يتماسك معنا نزين الطبق بالكراميل أو بالتوفي وبالفراولة والفسق وخلصنا الوصفة جداً لذيذة ضروري جربوناها وبالعافية عليكم يا رب إذا حبيت الوصفة لا تنسونا اللايك وأشوفكم بالوصفات الجاية إن شاء الله